السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هعمل لكم البامية بطريقة والدتي بكل تفاصيلها اللي هتطلع معاكم احلى واطعم بامية هتاكلوها يلا مع بعض نشوف طريقة تحضرها في البداية هنجيب كمية البامية اللي احنا هنعملها ونخسلها كويس قوي وننقحها في معلقة خل ومية 5 دقايق وبعد كده نشطفها من المية ونصفيها كويس ونجيب فوطة ونفردها عليها لحد ما تنشف معانا من المية بعد كده هنجيب البامية زي ما شايفين حضراتكم وهنقطع الجزء اللي فتحت ونبدأ نقمحها هنمشي كده بالسكينة لحد ما نخلص الجزء ده بتبقى بالشكل دوت بطريقة دائرية كده ونشيلها هنعمل واحدة كمان بنشيل الجزء اللي تحت ونيجي على اللي فوق نشيله كده بالراح ما نشيلش كتير علشان تبقى بالشكل ده وكده تبقى أمعنا البامية هنجيب بقى الكمية اللي تعملوها ده كيلو من البامية وبصلاية كبيرة متقطعة ناعم وفلفلاية حمرة كبيرة وفصين طوم هنجيب كيلو من الطماطم ونعصره أو صلصة بس نكون عاملينها في البيت البامية بتحتاج طماطم كتير علشان تبقى طعمها حلو معنا في البداية خالص هنجيب الهون ونحطها فيه الفلفلة الحمرة وفصين الطوم ورشة ملح علشان يتدق معنا بكل سهولة لو حابين تعملوها في الكب بعملوها بس كده بتدي طعم حلو قوي لما نعملها في الهون هندقها كده ناعم هتبقى بالشكل ده علشان نضيفها على البامية هنجيب حلة على النار ونحط فيها معلقة سمنة وهننزل بالبصل المتقطع ناعم هنشوح فيها خفيف كده نرش رشة ملح رشة الملح بتخلي المياه اللي جوه البصلة تتبخر بسرعة انا ما بحمرش البصلة جامد يا دب بتدبل معايا بس هننزل بسلصة الطماطم زوده الكمية بتاعت الصلصة او عصير الطماطم علشان البامية تبقى طعمها حلو معانا هننزل بالفلفلة اللي احنا عاملينها في الهون طحنينها كويس هنحط هنا على الطماطم معلقة سكر اي طماطم او صلصة لازم نحط معلقة سكر وانا بسبكها كنت حط عليها معلقة سكر هنوطي النار عليها هتبقى بالشكل ده اتسبكت معانا هناخد جزء من السلصة دي في طبق معانا علشان البامية لما بنحطها في السلصة السلصة بتبقى لونها فاتح فدوت هنحطها في الاخر معانا الحاجات دي والدتي هي اللي معلمها لي وبتعملها وانا ماشي عليها من سنين كتير والحمد لله البامية بتطلع طحفة معانا هننزل بقى بالبامية هنقلبها كويس خدت غلوة هي معانا هننزل بنص معلقة صغيرة كامون ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة بابريكا لو موجودة ماشي مش موجودة خلاص هننزل بقى بالشربة على البامية لحد ما تغطي معانا البامية علشان تستوي فيها ما نقطرش الشربة قوي علشان البامية تبقى طعمها حلو هنزود بس لحد ما تبقى معانا مغطية البامية علشان تستوي فيها هنغطي بقى النار عليها ونوطي اهي بقت بالشكل ده انا ما بحطش اللحمة في الاول بسيبها الاول تستوي شوية مع نفسها هحط الملح مع لقتين صغيرين ملح وخدوا بالكوا ان الشربة بيبقى عليها ملح بعد كده هننزل باللحمة انا بفضل ان البامية تتعمل باللحمة بيبقى طعمها حلو جدا نزلنا بكل الكمية اللحمة هنوطي عليها ونسيبها بقى تستوي كويس مع اللحمة معنا تسع النار هنجيب فص طوم ونهرسه كويس ناعم ومعلقة سمنة لحد ما يتبالوا معانا ويتحمروا هنعمل للبامية طشة بتخلي طعم البامية روعة متنسوش بقى اللايك واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس هنحط معلقة صغيرة من الكسبرة يدوب تبقى دهبي كده معانا البامية هيت استوت معانا بصو حضراتكم شكلها ولونها عامل ازاي طبع علشان نعرف بقى ان هي استوت ولا لأ في اختبار كده احنا بنجيب قرن من البامية ونفتحه كده من النص لو لقناها لونها احمر من جوه يبقى هي كده استوت لسه خضرة من جوه تبقى لسه نسويها كمان فهي كده استوت تمام معانا والطشة هي معانا جاهزة هنجيب بقى السلسة اللي احنا شلناها وهننزل بيها في الاخر خالص هي ده اخر خطوة هنعملها في البامية يدوب هتغلي غلوة بس معانا علشان تفضل البامية محتفظة بلونها اللي احمر ده ما تبيضش تاني معانا هننزل بالتومة اللي احنا محمرينها على البامية ونغطي بعد كده هناخد كمان جزء من البامية علشان ننزل كل اللي في الطازة وننزل بيه تاني على البامية كده جهزة معانا البامية هي غلوة واحدة وخلاص هننزلها خلاص تمام كده اهي جهزة معانا شوفوا لونها حضراتكو عاملة ازاي واستود وطعمها تحفة السلسلونها احمر علشان الخطوة اللي احنا عملناها الاخيرة اللي احنا احتفظنا بجزء من السلسل وحطناه كده والدي دايما تقول البامية بتبيض السلسل فلازم نعمل الخطوة دي علشان تفضل لونها احمر معانا هنغرفها بقى مع رز بالشعرية او تاكلوها بالعيش وتكونوا مجهزين بتنجان مقلي وعليه دقة دقة الفلفل بتقبقى طعمها تحفة سلقت اللحمة مع حضراتكو قبل كده في فيديو جربوها بالطريقة دي حلوة جدا ويمشوا على نفس الخطوات هتطلع معاكو احلى بامية بصوا تقيلة ازاي والسلسل جميلة طعمها تحفة واللحمة مستوية فيها البامية يتعمل معها اللحمة بتطلع احلى نتيجة جربوها بطريقة والدتي تحفة جدا يا رب اكون افدتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوها دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته